بعد شعورهن بالتهميش من قبل ناديهن السابق المختلط لكرة القدم في أستراليا قرر هؤلاء اللاعبات إنشاء نادي نسائي خاص بهن ليظهر نادي جنوب كامبيرا للنساء كنا نشعر أننا لم نتمكن من الحصول على التركيز الذي نحتاجه في برنامج السيدات داخل النادي الذي كنا فيه فكرنا لماذا لن نتفرغ ونفعل شيئا خاص بنا لقد منحنا عام كوفيد الوقت والمساحة للجلوس والتحدث عن ذلك والعمل على كيفية القيام بهذا حصل العضوات على الدعم الفوري من ناديهن السابق كما حصلنا على دعم فوري من شركة كابت الفوتبول للهيئة الإدارية أيضا وواجه التنظيم الجديد العديد من الاستفسارات من اللاعبين والمدربين المحتملين يوجد الآن ثلاث فرق وستة وثمانون لاعبة أتوا من جميع أنحاء كامبيرا لقد سارت الفكرة بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعا نحن سعداء جدا بذلك اتجه النادي للشراكة مع أخصائي العلاج الطبيعي المحليين لتوفير العلاج والرعاية للعبات في حال الإصابة ودعم تأهيلهم الرياضي والجسدي كما تم صياغة تقنيات تدريب جديدة بالإضافة إلى إنشاء برنامج توعية للوقاية من الإصابات من البداية ترجمة نانسي قنقر